اهلا بكم ابنائي واعزائي طلبة وطالبات الصف الاول السنوي الزراعي في حلقة جديدة من برنامج التعليم الزراعي وهنبدأ حلقتنا النهاردة ان شاء الله بحلقة عن المبارسات التصنيعية جيدة من الفصل الدراسي التاني لطلبة الصف الاول السنوي الزراعي برنامج فن تصنيع غزائي جدرات بتهدف الحلقة او الوحدة دي اكساب المتعلم او الطالب الجدرات المتعلقة بالمبارسات التصنيعية الجيدة ودي بتشمل برامج النظافة والتطهير لمعامل ومصانع الاغذية وبتهدف كمان المبارسات التراغذين الجيدة وتطبيق المبارسات المتبعة عند شح ونقل وتداول المنتج وبرامج الافراج عن المنتجات الغذائية وتنفيذ خطة استدعاء المنتج وبتهدف كمان لمراجعة بطاعة اعداد المعلومات الخاصة بالمنتج وتتبعه اثناء التداول والدسويق عندنا في برنامج او المخرج بتاعنا او الوحدة بتاعتنا المبارسات التصنيعية الجيدة فيها تلات مخرجات للتعلم اول مخرج ينفذ برامج النظافة والتطهير وده اتكلمنا عنه بنبزة صغيرة في الترمي الاولين او الفصل الدراسي الاول في وحدة الممارسات الصحية الجيدة ونكلم عنه باستفادة في الوحدة بتاعتنا الممارسات التصنيعية الجيدة في الترمي التاني ان شاء الله المخرج التاني يخزن الخامات والمنتجات يعني هنتكلم باستفادة ان شاء الله عن كيفية تخزين الخامات والمنتجات بتاعتنا بصورة صحيحة المخرج التالت اللي هنتكلم عنه يطبق طرق اعداد المعلومات الخاصة بالمنتج يعني ازاي بنعد ستيكر بتاع المنتج الغذائي بتاعي وازاي بعمله وازاي بنقله للسوق بتاعي بعد كده في معايير للتعلم لكل مخرج تعلمي المعايير الاول في المخرج الاولاني ينفذ برامج النظافة والتطهير المعايير الاول يختار مواد التطهير والتنظيف للمواصفات القياسية تبقى للمواصفات القياسية ازاي بنختار نوع مواد التطهير والتنظيف الامنة اللي ما تقصرش لا على العبوة اللي هستخدمها لتخزين المنتج الغذائي او وبرضو ما تقصرش على المنتج الغذائي بتاعي المعايير التاني ينفذ برامج النظافة وتطهير للأدوات وفقا للمواصفات القياسية ازاي بعمل برنامج لنظافة وتطهير كل الأدوات اللي بستخدمها عندها تصنيع المنتج الغذائي بعد كده المعايير التالت ازاي بنفذ برنامج نظافة وتطهير للمعدات والأجهزة وفقا للمواصفات القياسية ازاي بعمل عملية تطهير وتنظيف للآلة او المعدة اللي أنا شغال عليها لانتاج مثلا وليكن منتج المربة ازاي بعمل برنامج تنظيف وتطهير للآلة اللي أنا شغال عليها المعايير الرابع يتخلص من بقايا مواد التطهير وتنظيف وفقا للمواصفات القياسية ازاي بتخلص من بقايا المواد اللي أنا استخدمتها لتطهير وتنظيف الأدوات والمعدات والآلات اللي أنا بستخدمها ازاي بتخلص منها بحيث انها ما تقصرش عن منتج الغذائي بتاعي بعد كده المعايير الخامس يتحقق من كفاءة اتمام برامج النظافة والتطهير طبقا للنمازج المعدة في نمازج معدى داخل الوحدة بتحقق من جفاءة اتمام البرامج اللي أنا عاملها للنظافة والتطهير عن طريق النمازج دي أو الجداول دي المعايير السادس بسجل أو يسجل بيانات النظافة وتطهير طبقا للنمازج المعدة يعني ازاي بعمل عملية تسجيل يومي أو تسجيل اسبوعي لعملية تنظيف وتطهير اللي بتم إذا كانت يومية أو اسبوعية للآلة أو المعدة أو الأجهزة اللي أنا شغال عليها بعد كده المعايير بتاعة المخرج التاني اللي هو يخزن الخامات والمنتجات المعايير الأول ينفذ برامج الأمن والسلامة بالمغزن وفقا للمواصفات القياسية ازاي بعمل برنامج أمن وسلامة للمخازن اللي أنا بخزن فيها المنتج الغزائي بتاعي بحيث أن المنتج يطلع غير ملوس وآمن وصحي للمستهلك وده اللي أنا بستهدفه في النهاية بعد كده يطبق الممارسات المتبعة عند استلام وتغزين الخامات وفقا للمواصفات القياسية يعني ازاي بعمل عملية تغزين واستلام وتغزين الخامات اللي هتدخل في تصنيع المنتج الغزائي بتاعي ازاي بعمل عملية استلام باستلمها ازاي وازاي بخزنها بحيث أنها تكون آمنة وصحية وسليمة في النهاية بعد كده يطبق الممارسات الصحية المتبعة عند استلام وتغزين المنتجات وفقا للمواصفات القياسية المنتج بتاعي اللي أنا بنتقه في النهاية ازاي بعمل له عملية تغزين استلام وتغزين وفقا للمواصفات القياسية بحيث أنه ما يحصلش عملية تلوث أو عملية تكسر لأي منتج من المنتجات بتاعتي أو أي هبوة من الابوات بتاعتي بعد كده المعيان الرابع يقود الخامات والمنتجات بالمغزن وفقا للمواصفات القياسية ازاي بعمل كود لكل خامة وكل منتج خاصة بكل خامة وكل منتج وفقا للمواصفات القياسية المتبعة في الحالات الي زي كده بعد كده المعيار الخامس يسجل البيانات بالسجلات الخاصة بالمخازن وفقا للمواصفات القياسية ازاي بعمل عملية تسجيل للبيانات داخل سجلات خاصة بدون فيها كل كبيرة وصغيرة عن المنتج الخزائي بتاعي من اول خامات لغاية المنتج وبرضو بعمل عملية تسجيل للمعدات والالات الي داخل المخزن او خارجة من المخزن بعد كده المخرج التالت التعليم التالت يطبق طرق اعداد المعلومات الخاصة بالمنتج وده في عدة معيير اولها المعيير الاول يوصف الخامات الاولية المستخدمة في التصنيع تبقا للمواصفات القياسية ازاي بعمل عملية وصف دقيق للخامات اللي هتدخل داخل عملية تصنيع للمنتج بتاعي بعمل لها وصف دقيق لكل خامة داخل نموذج معدل ذلك بعد كده المعيير التاني في المخرج التالت يوصف مواد التعبئة والتغليف والعبوات المستخدمة طبقا للمواصفات القياسية بعمل عملية وصف دقيق لكل عبوة او كل حاجة باستخدمها للتغليف او عبوات باستخدمها في عملية التعبئة بعمل لها عملية وصف في جداول ونماذج قصب كده وده هنشوفه في خلال المنهج الدراسي بتاعي في الفصل الدراسي التاني ان شاء الله بعد كده المعيير التالت يطبق الممارسات المتبعة عند شح ونقل المنتجات طبقا للمواصفات القياسية ازاي بطبق الممارسات المتبعة لما بيجي اشحن او انقل المنتج بتاعي بحيث انه ما يقصرش على سلامة المنتج وما يقصرش على عملية نقل المنتج وما يعملش تلوس للنهاية للمنتج بعد كده المعيير الرابع يسجل البيانات بالسجلات الخاصة بالمخزن بالمخازن طبقا للمواصفات القياسية بسجل البيانات بسجلات خاصة داخل المخزن بحيث ان كل حاجة داخل المخزن كبيرة او صغيرة بتبقى مدونة داخل السجلات بنشوف ان شاء الله خلال الدراسة بتاعتنا او التدريب بتاعنا هنشوف ازاي هنسجل البيانات داخل نمازج معدل كده وده هنشوفه بازن الله خلال الدراسة بعد كده يخزن الخامات والمعادات والمنتجات المعيان الاول ينفذ برامج الامن والسلامة وفقا للمواصفات القياسية بعد كده هنبدأ الدراسة بتاعتنا ينفذ برامج النظافة وتطهير اول مخرج تعليمي معانا وهنشوفه ان شاء الله في الدراسة فيما بعد مفهوم المبارسات الاصطناعية الجيدة دي عبارة عن مجموعة مفاهيم وارشادات مهمة يجب استيعابها يعني لازم نعرفها كويس مجموعة مفاهيم وارشادات لازم نعرفها كويس اوي ومهمة جدا 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 لدى العاملين في مجال الغزاء وبالتالي تطبيقها اثناء التسلسل المتوالي لعملية التصنية بداية من استلام المواد الخام الاساسية ومستلزمات الانتاج وصولا الى المستهلك بصورة امنة بمعنى ان دي مجموعة مفاهيم او مجموعة اشتراطات او مجموعة ارشادات لازم ان احنا نعرفها ونفهمها كويس قبل ما نبدأ في عملية التصنيع علشان اقدر اصنع بطريقة امنة وسليمة ويطلع منتج الغزاء بتاعي سليم وصحي وامن على صحة المستهلك بعد كده ينفذ برامج النظافة والتطهير اهمية تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة تعتبر اسلوبا معرفيا ومهاريا تم تجريبه ثم تطبيقه بالمنشآت الغزائية حيث اثبت نجاحه بقدارة في انتاج غزاء امن مكرون بجودة عالية بمعنى ايه الكلام ده ان ده اسلوب معرفي ومهاري اتطبق قبل كده او اتجرب قبل كده وتم تطبيقه بمنشآت غزائية كتيرة فاثبت نجاحه بقدارة اثبت نجاحه في انتاج غزاء او منتج غزاء امن وصحي وجيد جدا او منتج عالي الجودة وامن وصحي على سلامة وصحة المستهلك اللي انا بستهدفه في النهاية بعد كده بعض الاعتبارات التي يجب مراعطها قبل تطبيق المبارسات التصنيعية الجيدة دي مجموعة اعتبارات لازم نحطها في اعتبارنا وده ان شاء الله هيتم تتلاصطها في موعدها التالي ان شاء الله بعد كده مصادر التلوز بالمصانع الاغذية ملوسات عديدة للغزاء سيتم ذكرها في موعدها ان شاء الله ودي زي الطربة والمياه الملوسات المواد الاولية غير الجيدة دي بتأثر على سلامة وصحة او سلامة المنتج بداعي وبنتاي تأثر على سلامة وصحة المستهلك اللي انا بستهدفه وده ان شاء الله هنذكره في الحلقات القادمة ان شاء الله بعد كده التنظيف وتطهير التنظيف هو ايه؟ هو عملية ازالة كلية لكل المواد الغير مرغوب فيها من كل ما يتوقع وجوده في المنشأة باقسمها من عدات وخلافه وذلك بنظفتها من الاتربة وبقالة الاغذية والشحوم والدهون وغيرها باستخدام المواد المنظفة مثل الصبون والمنظفات الكيميائية والانزيمات التنظيف ده عملية باهدف بيها او باستهدف بيها ازالة لأي شوائب او اي دهون او اتربة او بقايا اغذية او بقايا المنتج او بقايا المواد الاولية اللي دخلها في الانتاج او الشحوم او الدهون او اي حاجة او اي حاجة بتأصلي على سلامة المنتج الغذاء او على سير العملية التصنعية بتاعتي المواد دي زي ايه اللي بستخدمها في التنظيف زي الصبون والمنظفات الكيميائية والانزيمات دي كلها مواد بستخدمها لعملية التنظيف وتطهير بعد كده الشروط الواجب توفرها في المنظفات ايه ايه الشروط اللي اقدر اعملها او اقدر اشوفها انها بان المنظف بتاعي بيكون امن وصحي على المنتج الغذائي وعلى الالة اللي انا بنعملها عملية التنظيف او عملية التطهير المنظف ده او المطهر ده يمكن الحصول عليه بسهولة انا اقدر احصول عليه بسهولة اقدر اجيبه بسهولة من اي مكان ما يكونش صعب تواجده عشان لو صعب تواجده ما يقدرش عمل عملية التنظيف بتاعتي يكون رخيص الثمن لازم عشان يكون اقتصادي وما يقصرش على المنتج بتاعي وعلى عملية الاقتصادية بتاع المصنع ان يكون رخيص الثمن ما يكونش غالي ما يسببش اي ضرر لأي انسان لاي العامل اللي بيستخدمه ولا للمستهلك اللي هي لو المنظف ده اصاب المنتج بتاعي لها قدرة كبيرة بعد كده لها قدرة كبيرة على ازال في الدهون والبروتينات يعني تقدر تشلي الدهون والبروتينات من المكان او المعدات الخاصة بتاعتي اللي انا بعمل فيها عملية تصنيع المنتج من خصائصها تحويل الماء العسر الى ماء يسر او الماء يسر بعد كده لا تتفاعل مع الاسطح المرات تنظيفها يعني ان المادة اللي بتاع التنظيف اللي هستخدمها دي زي الصابون مثلا ما يتفاعلش مع اسطح المكان او المعدات بتاعتي ما يسبب لهاش صدق اي شاء الله لو عملها صدق او عملها اي تأكل هيسبب لي تلوس فيزيائي للمنتج الغزائي بتاعي فيسبب لي تلوس او اصابة مباشرة للمستهلك فيقف خط الانتاج بسبب كده بعد كده العوامل التي تؤثر على كفاءة المنظفات العوامل التي تؤثر على كفاءة المنظفات العوامل التي تؤثر على كفاءة المنظفات استخدام المنظف بالتركيز الموصف به يعني ما زودش تركيز المنظف على اللي أنا بيستخدمه في القالة عشان ما يقصدش على القالة وما يقصدش على المندك فيما بعد لازم يقول له تركيز معين ما يزيدش عنه وما يقلش عنه اتنين استخدام المنظف المناسب لنوع الماء المتوافق في المصنع استخدام المنظف المناسب لنوع المواد المراد التخلص منها يعني أي مادة أقدر أتخلص منها أستخدم معها منظف مناسب لها الدهون لها منظف الأتربع لها منظف الشحوم لها منظف الزيوت لها منظف المنتج الغذائي بواقل المنتج الغذائي بتاعي لمنظف المواد الأولية بواقل المواد الأولية الموجودة في المكان لها منظف تاني كل حاجة اللي هي منظف مناسب لها بعد كده السطح المراد تنظيفه السطح اللي أنا هبدأ أعمليه تنظيف فيه نوع خشب معدن سجاب علشان النوع المنظف اللي أنا هستخدمه بيكون ملائم ومناسب للسطح المراد تنظيفه إذا كانت خشب أو معدن أو سجاب لكل حاجة فيهم نوع منظف معين وده هنشوفه خلال درستنا في الحلقات الجاية إن شاء الله بعد كده فيه خطوات بتتم لتنظيف دي هنشوفها إن شاء الله في الحلقات الجاية إن شاء الله بعد كده العوامل اللي تؤثر على كفاءة التنظيف دي برضو هنشوفها في الحلقات الجاية إن شاء الله عشان كده نحن ننوح عليها من دلوقتي بعد كده فيه طرق التنظيف المختلفة فيه كذا طريقة لطرق التنظيف ودي كلمنا عنها بنبزة في المبارسات التصناعية الجيدة المبارسات الصحية الجيدة في الفصل الدراسي الأول دي هنستكلم عنها باستفادة إن شاء الله في الفصل الدراسي الثاني برنامج المبارسات وحدة المبارسات تصنيعية الجيدة اللي احنا نعرف هذا الوقت إن شاء الله طرق التنظيف المختلفة منها التنظيف اليدوي الحاجة الصغيرة المكان الصغير أو الأدوات الصغيرة اللي مقدر نضافها بتنظيف يدوي دي هو ده التنظيف اليدوي وهندرسه فيما بعد إن شاء الله تنظيف داخل المكان يعني داخل المصنع أو داخل مكان المعدة لو المكان كبير ماقدرش أحركه من مكانه فلازم أفككه وابدأ أعمل عملية تنظيف في داخل المكان لو الأولات متوسطة أو لها عجل أو بتتحرك أقدر أحركها من مكانها فده بنسميه تنظيف خارج المكان COB أو Clean Out Place التنظيف داخل المكان CIP Clean In Place دول برامج تنظيف النظافة والتطهير أو طرق التنظيف المختلفة بعد كده طرق التنظيف مختلفة معنا مجموعة طرق بقدر أعملها مع بعضها أجمع كذا طريقة مع بعضها زي طريقة النقع بنقع المكان أو المعدة أو الآلة الصغيرة في حوض صغير أو حوض كبير على حسب حجم المعدة أو حجم الآلة بعملها عملية نقع المدة ساعة أو ساعتين بحيث أن نقدر تخلص من بقايا المواد الأولية أو البقايا المواد المنتج أو أي ملوثات داخل المهد بعد كده طريقة الموجات الصوتية عليها التردد دي برضو طريقة باستخدمها مع نوع بعض أنواع المكان بعد كده طريقة الرزاص دي طريقة برضو باستخدمها مع نوع من أنواع الآلات عندي في أي مصنع باستخدم الطريقة دي لتنظيف الآلة بعد كده تنظيف الجاف تنظيف الجاف ده باستخدمه مع منتجات الألبان لأن المنتجات الألوان الجافة بالذات ليه؟ لأن المنتج الألبان الجافة أو الألبان الجافة مع أي سائل بتعمل تكتل فبيبقى صعب إزالتها فعشان كده التنظيف الجاف بيزتم مع الطريقة دي أو مع منتجات الألبان الجافة بعد كده استخدام الأنزيمات استخدام الأنزيمات دي بتتم مع بعض الزيوت الصعب تنظيفها بالطرق التنظيف العادية بعد كده بنشوف حاجة تانية اسمها التطهير تعريفه ازاي اقدر اطهر المكان بتاعي وعمل له عملية تعقيم وتطهير للآلة او المكان او العبوات بتاعتي من اي تلوث خارجي او اي ملوث خارجي العوامل اللي يتوقف عليها كثات التطهير نوع المنتج اللي هقدر انتجه الآلة نوع الآلة نوع العبوة وكذا عامل تاني وان شاء الله نشوفه في الحلقات الجاية ان شاء الله الشروط التي الواجب توفرها في المطهرات انها ما تقصرش على الآلات وما تقصرش على المنتج فيما بعد سهل ازالتها او سهل تنظفها وما تسيبش اثر على المعدة او المنتج او المواد الاولية بعد كده مزايا وعيوب المواد الكاملية والمستخدمة في بعض المزايا ان المواد الكاملية بيبقى تأثيرها سهل على المواد او المؤسرات او الملوسات الموجودة لكن لها برضو بعض العيوب زي ان لو تساب جزء منها وما تتنظفش كويس بيعمل عملية حسية او للمستهلك او للعامل اللي واقف على المعدة وممكن بتسبب تأكل في بعض الحالات للمعدة نفسها وده هنشوف للعوامل اللي بعد كده ان شاء الله او المزايا والعيوب ان شاء الله في الحلقات اللي جاية ان شاء الله المطهرات في المصانع الاغذية بعد كده زي ايه مركبات الكلور دي بنستخدمها في التطهير في بعض المصانع او بعض المعامل الصغير وبعض المطابخ بنستخدم طبعا كلنا عارفين ان منتجات الكلور بقدر استخدمها للتطهير او للتنظيف للأدوات او المعدات الموجودة في المطابخ او المعامل او المصانع بعد كده مركبات اليوت برضو مركبات اليوت بتستخدم مع بعض الالات والمعدات والادوات الموجودة اذا كانت في المطابخ او المطاعم او المصانع او المعامل المختصة بالمنتجات الغذائية منتجات بعد كده مركبات الامونيا الربعية دي برضو باستخدمها في عملية تطهير الالات والمعدات والادوات او ادوات المصانع الكبيرة بقدر استخدم المراكبات الامونيا دي في التطهير بعد كده الازون ومركباته ده بقدر استخدمه في المصانع الكبيرة علشان مطهر كويس جدا 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 وامن جدا 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 على الماكينات والمعدات والمنتج الغذائي اللي هقدر انتجه فيما بعد بعد كده ازاي بسجل بيانات النظافة وتطهير للمعدات باستمرار في بعض النمازج ودي هنشوفها بازن الله في الحلقة الجاية ان شاء الله في بعض النمازج موجودة بقدر اسجل فيها بيانات النظافة وتطهير للمعدات بسجل فيها اسم المعدة نوع المعدة نوع المنتج الغذائي المنتج من المعدة دي نوع واسم مادة التنظيف ومادة التطهير المعاد بتاعها الوقت اليوم والتاريخ وبشوف تسلسل التنظيف وتطهير على مدى كبير من خلال النمازج دي فيما بعد هناخد المخرج التاني اللي هو يخزن الخامات والمنتجات تغضع اماكن التخزين طبعا زي ما احنا عارفين الاشتراطات تضمن سلامة المنتج النهائي وسيتم سردها في موعدها الاشتراطات دي ان شاء الله هنشوفها في الحلقات الجاية باذن الله وهنسردها شرط شرط ان شاء الله فيما بعد بعد كده مفهوم ووظيفة مفهوم ووظيفة التخزين واهميتها وفاقدها ان شاء الله نشوفها في الحلقة الجاية ان شاء الله وهندرسها باستفادة عشان كده احنا بننوع عنها من دلوقتي للفصل الدراسي التقليل مواصفات استلام الخامات الاولية يتم استلام المواد الاولية او المواد الخام طبقا لاعتبرات ومعايير مهمة اهمها ايه السلامة بتاعة المادة دي انها تكون نظيفة ما تكونش ملوسة تكون امنة تكون مناسبة لعملية تصنيع مناسبة للمنتجات بتاعتي بعد كده ظروف التخزين المناسبة للخامات الاولية الظروف المناسبة لتخزين المنتج النهائي طبعا بتختلف من منتج لمنتج او ظروف التخزين المناسبة للخامات الاولية بتختلف من مادة لمادة ومن مكان لمكان ومن معصنع لمصنع او من معمل لمعمل على حسب نوع المادة الاولية دي وليه هنشوفها بإذن الله في الحلقة الجاية الظروف بعد كده الظروف المثلة لتخزين المنتج النهائي تخزين المنتج النهائي بيختلف بحيث بعض المواد بتبقى مواد او منتج بيتحمل البرودة او بيتحمل التجميد التجميد فبخزنه على درجة حرارة منخفضة في بعض المواد بقى بتستعملش التجميد فبخزنها على او بنقلها على درجة حرارة الغرفة علشان ما يحصلش رطوبة ويحصل تعفن للمنتج بتاعي بعد كده انواع المخازن هنكلم عن انواع المخازن فيما بعد ان شاء الله باستفادة وهنكلم عليها بنوبزة دلوقتي مخازن حسب الملكية يعني بمعنى ايه الكلام ده ملكية الفرد او ملكية الدولة او ملكية مصنع لا او ملكية رجل اعمال للمكان او للمغزن ده ده بنقسمها على حسب نوع الملكي بعد كده مخازن حسب الموقع مخازن بعيدة من اماكن الانتاج مخازن بعيدة عن اماكن التسويق مخازن قريبة من مخازن من اماكن التسويق ده على حسب الموقع بقسمها على طريق على حسب الموقع بالطريق دي بعد كده مخازن حسب الاستمرار في العمل ومدة الاستخدام يعني مخازن بتشتغل على حسب القدرة الاستيعابية بتاعتها وفي مخازن بتشتغل على حسب نوع المصنع بتاعي بتشتغل ممكن 24 ساعة في مخازن بتستغل 12 ساعة في مخازن بتشتغل 8 ساعات وفي مخازن بتشتغل على حسب الكمية الاستيعابية بتاعت المغزن نفسه بعد كده بنقسم المخازن على حسب نوع المواد المخزنة بمعنى بيبقى فيه مواد مخزنة صلبة او ممكن البان بودرة مواد سائلة على حسب النوع بتاعي ممكن اغزية زي المغزات الفين وخلافه دي بتحتاج مخزن معين ممكن منتجات زي المرباط بتحتاج مخزن معين وكل نوع بيبقى له مخزن مختص به بحيث ان احنا ما نحطش كل حاجة ما بعضها فيحصل تداخل في المنتجات ويحصل تلوث فيما بعد بعد كده مخازن ومستودعات حسب وظائف واهداف الشركة المالكة دي معنى ايه؟ المغزن كل شركة او كل مصنع مستهدف بيستهدف من المغزن ده ايه؟ المغزن ده هل للمنتج؟ هل للمواد الاولية؟ طيب بالنسبة للمواد الاولية المواد الاولية مثلا للمصنع المربى هل للمواد الاولية الخام زي السكر مثلا الفراولة الجزر التين؟ كل مغزن مختص بنوع معين من المواد دي الاولية ما ينفعش احط كل الانواع كلها مع بعض في مغزن واحد علشان ما يحصلش تداخل في المنتجات او في المواد ويحصل تلوث ويتأثر المنتج بتاعي وبالتالي يؤثر على صمعة المصنع او صمعة المعمل او صمعة المغبز فبالتالي يؤثر في النهاية على صحة وسلامة المستهلك في مخازن بعد كده للشركة الملكة بتخزن فيها المنتج النهائي بحيث ان يتم نقله للمستودعات او لاماكن التوزيع واماكن البيع بعد كده الاعمال المغزنية والسجلات الخاصة بالمخازن لكل مغزن بيبقى له اعمال مختصة بيه بداخل المغزن ده وليه سجلات خاصة بسجل فيها كل كبيرة وصغيرة داخل المغزن زي ايه؟ اول حاجة اغراءات الاستلام بالمخازن كل الاستلام بيتم على مرحلتين استلام الاصناف بيبقى مؤقت والاستلام النهائي الاصناف طيب المؤقت ده عبر عن ايه؟ المؤقت ان انا باخد عينة من المنت او المادة دي بحيث ان انا شوفها صالحة ولا لو الايه ده صالحة يبقى اعمل عليها عملية استلام نهائي ودخلها المصنع وببدأ بعد كده ادخلها في الانتاج تدريدي على حسب كفاءة وصرعة العمل بالمصنع بعد كده اغراءات الصرف في الاعمال المغزنية اغراءات الصرف صلاحيات صرف الاصناف او المواد مين اللي بقى مسؤول عن صرف واستهلاك واستنفاذ المواد الموجودة بالمغزن بيبقى موجود عمال او ناس مسؤولة عن صرف الاصناف والمنتجات وتسجيلها بالسجلات المختصة بذلك داخل المغزن بعد كده عمليات الصرف من المستودعات ازاي بستقبل بستقبل المنتج او المواد الاولية بعمل ازن صرف للمستودع اللي هجيب منه وازن استهلاك وازن استهلاك وبعمل له عملية تسجيل لكل حاجة وتدوين داخل الاستجلات الموجودة عندي في المغزن بعد كده عمليات الصرف من المستودعات وتتم بطرقتين صرف الاصناف للوحات للوحدات الادارية الداخلية وصرف الاصناف لعملاء الشركة او المصنع ده معنى ايه ان اي صنف اي صنف بطلع بطلع له منتج او مادة اولية من اللي موجودة في المغزن بيبقى فيه حاجتين يا اما وحدة ادارية داخلية داخل المصنع نفسه او للعملاء الشركة او المصنع المنتج بصرف ليه بصرفه لعملاء المصنع اما المواد الاولية بصرفها للوحدات الادارية الداخلية في المصنع بحيث انها يسلموها للمعدات الانتاج او لخط سير الانتاج بعد كده بيتم صرف الاصناف لتلك الجهات وفقا لما يلي فيه معايير واشتراطات او ترتبات لازم اصرف بيها الاصناف بداحتي اذا كانت مواد اولية او منتجات نهائية للبيع بتقوم الادارة الطالبة بتعبئة لموذج طلب صرف مواد تحدد فيه الكميات المطلوبة والغرض من الصرف ده معنى ايه؟ ان اي اقدارة اذا كان داخل المصنع او خارج المصنع مستهلك او مصنع داخل المصنع او منتسهلك من خارج المصنع بيستهدف ان يشتري او ياخد حاجة من داخل المغزن بيملى نموذج معين نموذج طلب صرف مواد او منتجات من داخل المغزن بيتحدد في اسم المنتج اللي انا عايزه او اسم المادة الاولية اللي انا عايزها بالكمية ومحدد فيها الكمية والغرض من الصرف إيه لو في داخل المواد الجهة الإدارية أو داخل المصنع بحدد جهة الصرف أو الغرض من الصرف إيه هدخلوا عملية الإنتاج ولا هأعمل له عملية إعدام لو المواد الأولية دي حصل فيها تلف أو المنتج حصل فيه تلف بعد كده يقوم أمين المغزن أو أمين المخازن بتحضير المواد المطلوبة امين المغزن بحيث انه بيشوف الاستمرارات او النمازج اللي محطوطه معاه الموجودة معاه اللي وصلت لي بيشوف الاصناف بتاعته ايه اللي اطلبت منه وبيعدها على حسب كل نوع او حسب كل نموذج بعد كده بيقوم عبيني المغزن ده بيعمل نموذج استلام مواد مصروفة وبيكتب فيها اسم المنتج او اسم المادة الاولية اللي هيصرفها او هيعملها عملية خروج من الداخل المغزن بالكمية والوقت والتاريخ والجهة اللي خدت المنتج ده او المادة دي وبخليه يمضي عليه ساعة ياجي يستلم بعد كده في سجل لخصم الكميات المطلوبة من بطاقة الصنف بطاقة الصنف دي لكل صنف موجود عندي داخل المغزن له بطاقة له كمية لازم اعمل عملية خصم فوري ويومي من كل المواد اللي تم صرفها بحيث ان ما يحصلش عندي عجز او زيادة داخل المصنع بعد كده عملية تسليم المواد عملية تسليم المواد او الاصناف للجهة طالب بسلم الكميات دي بحيث ان المستلم بيستلمها انها سليمة وامنة ولا يوجد بها تلف وبمضيه على اذن الاستلام بعد كده في حاجة اسمى اجراءات ارجاع الاصناف ازاي برجع الصنف بتاعي من السوق? وليه? بتقوم الادارة الراغبة او الادارة برجاع الاصناف بتاع بيئة محضر ارجاع اصناف تحدد فيه اسباب ارجاع الاصناف بعمل محضر لازم محضر وموجود عندنا بدنيل الطالب ان شاء الله بعمل محضر للصنف ده اللي انا هرجعه من السوق اعمل له اعملية ارجاع من السوق او مرتجع بكتب فيه اسم الصنف واليوم والتاريخ وايه السبب استرجاع او ارجاع او مرتجع الصنف ده او الاصناف دي السبب برجوعها ايه? ازا كانت استهلاك او اعدام لو انتهت الصلاحية بتاعتها او حصل فيها تلف او زيادة عن رغبة العميل بحدد كل حاجة في بطاقة الصنف او المحضر اللي بعمله ده لعملية الارجاع وده بيتم في كل شركات اللي بيحصل فيها مرتجعات عند ارجاع المواد للمستودعات يتم افعصها وده حديد منتهية الصلاحية والاصناف التي يمكن اعادة استخدامها او اصلاحها ده معنى ايه? بشوف المواد المصنعة او المواد اللي رجعت ايه? او المواد الاولية اللي رجعت ايه? وبفحصها من تاني وبحدد منها المنتهة الصلاحية ايه? المنتهة الصلاحية بعدما لكن الاصناف اللي حصل فيها مثلا كسر او قطع للعضو لو هينفع او هيصلح استرجاعها مرة تانية بحيث انها متكونش ملوسة واقدر اعملها عملية ارجع مرة تانية او بيع مرة تانية بعمل لو حصل فيها تلوث بعمل لها عملية اعدام طيب لو المنتج بتاعي لبن بضر بشوف المنتج بتاعي ازا حصل في تلوث بعدما ما حصلش له عملية تطهير وتعقيم وبابدأ عملية تعبئته مرة تانية وبابدأ ابيعه مرة تانية ولو المنتج زياد عن حاجة العميل بدخله المخزن مرة تانية واثبته في الدفاتر بتاعتي واثبته في النمزج بتاحت المعدل كده وبعمل له عملية بيع مرة تانية لعميل اخر تاني عند التأكد من صلاحية المواد المرتجعة يتم تعبئة مذكرة السلام اصناف مرتجعة في مذكرة موجودة بيتم تعبئتها اسمها مذكرة اصناف مرتجعة كل صنف مرتجعة من عند عميل له مذكرة بكتب اسم الصنف اليوم التاريخ العميل وسبب استرجاع وبدخله المصنع ووعمل له عملية اثبات داخل استجلات المخزن بعد كده اضافة الاصناف المرتجعة لبطاقة الصنف زي ما احنا قلنا بشوف الكمية الي رجعت واذا كانت سليمة او لا لو سليمة بدخلها داخل المخزن ويعمل لها عملية اثبات داخل بضاقة الصنف وبزود العدد بحيث ان ما يكونش فيه عجز او زيادة داخل المصنع او داخل المخزن عن استجلات اللي موجودة شيء الاعداد مضاهية مع بعضها بعد كده النماذج المستودعية النماذج المستودعية دي كزا نموذج موجودين ان شاء الله في ضليل طالب بنشوفهم بنملاهم ان شاء الله النماذج دي معدة للاستخدام داخل اي مخزن وده ان شاء الله هنشوفها في الحلقات الجاية باذن الله بعد كده من اهم النماذج المستودعية محضر استلام اصناف وفحص مؤقت محضر استلام صنف المادة الاولية لما بتدخل عند المخزن باستلمها بورق بورق استلام صنف بعمل ورقة تانية او نموذج تاني اسمه فحص مؤقت اذا كان المادة الاولية دي او المادة دي او الخامة دي صالحة او غير صالحة لو صالحة بدخلها المخزن غير صالحة برجعها للمورد للمخزن او المورد للمصنع مذاكرات استلام نهائي ان انا استلامت الكمية كلها بذبط فيها اسم المنتج او اسم الخامة او اسم المادة الخام المورد التاريخ الوقت وبذبط السجل اللي انا سبتتها فيه او الورق او رقم النموذج اللي سبتتها فيه في داخل السجلات المغزن بعد كده مستنى صرف اصناف مستدف صرف اصناف بيبقى فيه منه نوعين مستدف صرف اصناف ان انا بصرف فيه نموذج منهم ان انا بصرف من عند مورد خامة معينة او عبوات معينة او حاجات بستخدمها داخل المصنع بعمل لها عملية بكتبها في اسم صرف وديها للمورد بحيس انه يورد لي الحاجات اللي انا عايزها بازن الصرف ده طيب في ازن صرف تاني ازن صرف اللي جايبه المستهلك او العميل اللي بيستهدف المنتجات بداحتي بزبط فيها الصنف اللي مستهدفه مستهلك او العميل باليوم بالتاريخ باسم العميل بتاعي وبزبط فيه الكمية والسجل اللي انا نزلت او خصمت منه الكمية اللي عايزها العميل بعد كده رقم خمسة مستند ارجاع اصناف مستند ارجاع اصناف ده للحاجات المرتجعة زي ما احنا قلنا اي مرتجعات اي شركة زي شركات الادوية او المخازن او المصانع بيحصل فيها مرتجعات بالسبب ان العميل بيبقى اخذ كمية زيادة بيبقى انطلب كمية زيادة فلما لقي نفسه مش هيقدر يباع كلها فبيرجع للمصنع او حاجة كسرت او حاجة تلفت فبيرجع للمصنع او المخزن مرة تانية فبعمل عملية ارجاع للصنف على حسب المشتريف اللي عندي بثبت فيها اسم الصنف اسم العميل سبب الارتجاع يصلح المنتج او لا يصلح للاعادة التدوير مرة تانية او للاعادة التصنيع مرة تانية او لا وبثبته داخل سجلات المخزن بتاعت بعد كده التكويت عملية التكويت دي في اي شركة كبيرة او اي مصنع كبير او اي مكان مختص بعملية او منتجات الارزية بيعمل عملية تكويت للمنتجات بداحته فداخل اي مخزن بكوّل ايه بقى المواد المواد اللي جاي المواد الدخلالي المواد الخام بعمل لها كوت بحيث نقدر اثبتها على طول على الكمبيوتر مباشرة بالكوت ده بعد كده الاجزاء المشترى الاجزاء المشترى زي قطع غيار المعدات العبوات اللي هستخدمها في الانتاج او في التعبئة مواد التغليف دي بعمل لها برضو اكواد بحيث ان يكون سهل تسجيلها وسهل تخصمها من سجلات المغزن الالكترونية المعدات اي معدة بتدخل المغزن بتاعي او تدخل المصنع لازم بيبقى لها كوت معين ومثبوطة في سجلات المغزن الورقية والالكترونية قطع غيار زي ما احنا قلنا بيبقى كل قطعة بعمل لها كوت مختص بيها وبرضو بثبتها على في السجلات وفي على الكمبيوتر العدة العدة اللي انا بستخدمها في فك وتركيب وتنظيف الالات بتاعتي دي برضو بعمل لها اكواد مختصة بيها وبثبتها على الكمبيوتر بتاعي او على السجلات الورقية اللي موجودة داخل المغزن ادوات القياس ادوات القياس كتير زي الترموميتر زي الرفركتوميتر الايدروميتر الحاجات دي بقى اثبتها حاجات معينة دي لازم اثبتها باكواد برضو داخل المغزن وداخل المصنع او داخل المعمل بتاعي بيبقى مثبت بكوت معين على الكمبيوتر او السيسم بتاعي وما يثبت برضو في السجلات الورقية بتاع المغزن انتاج تحت التشغيل اي منتج لسه ما طلعتوش لاستهلاك او للبيع برضو بيبقى له كوت معين مواد التعبئة مواد التعبئة والتغليف دي كلها برضو لازم بيبقى لها كوت علشان ما يدخدش كل حاجة في اماكن في اماكن تاني الخردة اي خردة موجودة في المصنع اي قلة بايزة بيعمل لها كوت جديد علشان اثبتها انها خردة ونزلها من على الكود القديم ومن السجلات القديمة بتاعة المعدة او الالة او مواد التعبئة اللي لو حصل فيها حاجة بازت حاجة تلفت عشان كده بسميها خردة بعد كده مهمات عامة زي ملابس العمال خوز العمال السيفتي الجوانتيات الدوليب الخاصة بالعمال الببان والشابيك والالات والحاجات المختصة غرف العمال او المختصة ب اماكن الراحة واماكن التغذية الخاصة بالعمال داخل المصنع دي برضو بعمل لها عملية اكواد وبنزلها على استثم تاع المصنع وعلى السجلات الورقية في المصنع بعد كده مزايا بتشوف مزايا التكويت مزاياها ايه ماشي تفادي التوصيف المعقد تحديد تفادي الازواج المساعدة في التخطيط تدعيم في عالية الشراء توفير اساس للتسجيل والحسابات والتسعير سهولة في الصرف والاستلام والسحب وبكده النهاردة ان شاء الله نكون خدنا نبزة عن اه وحدة الممارسات التصناعية الجيدة اللي هيدرسها ان شاء الله لبرنامج فن التصناعي غزائي الصف الاول السنوي الزراعي جدرات للفصل الدراسي التاني وبكده نكون خلصنا النبزة ونلقاكم في حلقات القادمة ان شاء الله ونلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة